ايه رأيك في المباراة مبارح؟ الماتش اختلفت تفاصيله من الشوط الاول بداية الشوط اتكلمني قبل المباراة كريم الاسبوع اللي فات وقلنا لما جات سيرة منتخب مصر وقلنا انه قصة المنتخبات الافراقية بقى ضعيفة او غيره الامر ده غير صحيح لما اتكلمنا على المنتخب الموريتاني وقلت للناس يا ريت الناس ترجعت بس تتفرج شوية كده على موريتانيا والسنغال في تصفية كاس العالم منتخب الموريتاني عمل جيم كبير اوي على المنتخب السنغالي الماتش كان صعب جدا على المنتخب السنغالي كل الفرص اللي كانت في المباراة كانت للمنتخب الموريتاني مباراة صعبة جدا وكسب المنتخب السنغالي بخطأ وحيد في نهاية المباراة فبتتكلم على انه ما بقى ايش ده موجود اثنين اللعيبة اللي موجودة في منتخب الموريتانيا اللعيبة اما بتلعب فيه الاندال كبيرة جوه القارة اما بتلعب فيه دوريات الاوروبية وتأسيسها كله حتى الناس تركز فيه الشكل البدني والبناء الجسدي بتاع العيوية الموريتانيا لا مش دول منتخب موريتانيا بتاع زمان يعني فالأمور ما بقيتش ما بقيتش بالسهولة اللي الناس متخيلها ولازم أنزل ألعب جيم من أول ديقة لآخر ديقة ولازم أنا لطول الوقت أنا لدومنت أنا مش بلعب ب11 خشبة أنا بلعب قدام منتخبات تحضرت بشكل كويس إحنا قادرين نعمل ده وعجبني جدا كريم أن تتكلم في الإنترو هي الناس عايزة طبيعي إحنا قلنا في بطولة أفريقيا اللي فاتت وإحنا بلعب منتخب زي كاف فردي وهضرب مسأل بالكاف فردي كاف فردي رايح تسعى لعيبها كريمة وبلعبنا بعد ما ضمن التأهل في نهاية دور المعاية عزبنا عزبنا وبيلعب بالاحتياطي صح إحنا لعبنا منتخب كاف فردي بكامل نجومه فريق بالكامل عمان عليهم منهم كبير قوي كسبناهم في مباراة مريحة سهلة جدا في المتناول إن انت تبقى قادر تعمل ده وانت تقول لك منتخبات الأفريقات ضعيفة دي بالمناسبة يا ما عزبتنا يا ما ضعيعت علينا تأهل لكاس عالم مرة واثنين وثلاثة وكاس أمم قعدنا من 2012 لحد 2017 تأهلش من الأساس لأمم أفريقيا سهلا منتخبات صغيرة اسما يعني وإحنا دايما كان يقولك منتخب مصر وش الساعد تلاقي منتخب مختفي بقاله 30-40 سنة أو ما كانش عنده ريكورد زي السنغال وغيره بدايتها من 2002 يعني وانت تطلع وتلاقي المنتخبات دي بتطلع على كتفك صح فانت عشان ما كنت شوف تعمل حساب للمنتخبات دي لا إحنا عاملين حساب للمنتخبات دي بنقد بشكل جيد النتائج ماشي بشكل ممتاز ريكورد جيد تسعى أهداف في تصفيات أمم أفريقيا وشباك النظيفة تصدر لي تصفيات كأس العالم ماشي بشكل ممتاز عندك مشاكل فنية طبيعي تتدرك في المستوى من الحالة اللي كنا عليها في أمم أفريقيا برضو طبيعي الحالة اللي عليها اللاعبين حتى وحالة النقص والتعامل لكابتن حسام حسن معاها المباراة السابقة على طول بتتكلم على غيابات المرموش ومصطفى محمد ومحمد عب منعي ومحمد صلاح المنتخب يغيب عنه خمس ستة لعبين آه بيقى فيه فرق شوية لكن في النهاية الرجل قادر يتعمل مع هذه الغيابات ففي النهاية أنا شاف أنه الدعم لكابتن حسام حسن وأمر واجب في هذه الفترة الأمر مش اختياري وبقى رسالة لكابتن حسام حسن الغالبية العظمى من الجماهير والنقاد والمحللين والإعلاميين كلهم في ظهر منتخب مصر أولاً وكابتن حسام حسن طبعاً ما تبصش بالك كلها قليلاً مليون في المئة يعني مش كل مؤتمر صحفي انت ملكز معهم هما بس حاول ما تشوفهمش يعني بس تجاهل الأمر